ومن موسكو ينضم إلينا أديب السيد المحلل السياسي سيد أديب منذ قليل انتهت اجتماعاته أنقرة مع الوفد الروسي فيما يتعلق بأزمة إدلب دون الخروج بأي اتفاق أو أي نتائج ملموسة إلى أي مدى يمكننا أن نقول أنه تراجع الآن دور السياسة ليفسح المجال للجنرالات في إدلب مساء الخير بجاية نعم فشل المفاوضات التي جرات اليوم كان أمرا متوقعا لأن المطالب التي يطرحها الجانب التركي وهي أساسا تتعلق بانسحاب القوات السورية إلى موراء نقاط الرقابة التركية أو ما تسميه تركية بحدود اتفاق سوشي هذه مطالب تعتبر تعجيزية ومرفوضة تماما من قبل الجانب الروسي حقيقة الوفد الروسي حمل محل عديد من الأفكار بما في ذلك خرائط ومعطيات تراعي التطورات التي جرت على الأرض والتقدم الساحق الذي حققه الجيش السوري وهناك في موسكو بحقيقة قناعة تامة بأن ما قام به الجيش السوري هو يشكل جزءا لا يتجزأ من تنفيذ اتفاق سوشي لأنه قام بالسيطرة على طرق الاستراتيجية وهذا جزء من الاتفاقية كما أنه أقام منطقة آمنة حول إدلب يتبقى على الجانب التركي أن يلتزم بما التزم به وهو بالحقيقة لم يقم بفصل الجماعات الإرهابية عن الجماعات المسلحة مشكلا بذلك انتهاكا فضلا للاتفاق مع الجانب الروسي إذن أنا أعتقد أن العمليات العسكرية سوف تتواصل ستكون هناك عمليات كر وفر ولكن وفقا للمعطيات التي موجودة هنا في موسكو لم يستولي المسلحون بسورة نهائية على صراكب وما زالت المعارك دائرة هناك طيب سيد أديب ألا تعتقد أن الوفد الروسي ذهب إلى أنقرة حتى لا يصل إلى نتيجة لأنه ليس من غير المعقول أن يكون هناك مفاوضات على إدلب وفي نفس الوقت يعلن التلفزيون الروسي الرسمي أن جنودا أتراكا يحملون سواريخ على الكتف محمولة يحاولون أن يسقطوا طائرات روسية الحقيقة عمد الجانب الروسي الإشارة إلى هذه المعطيات العسكرية منذ عدة أيام بهدف نقل فكرة واضحة إلى أنقرة أن العسكريون الروس يكفون على كافة تطورات الوضع وكافة المعطيات الميدانية وهم ليسوا بغافلين عما يقوم به الجانب التركي وهذا بحد ذاته اتهام لتركيا بأنها تحولت من وسيط في عملية التسوية السياسية في سوريا إلى طرف مشارك في العمليات القتالية ورغم ذلك توجه الوفد الروسي إلى تركيا بالحقيقة يحمل في ثناياه رغبة روسية في إقناع تركيا بأن المجال ما زال مفتوحا أمام التفاهم السياسي ولكن على أسس واضحة تتمثل في ضرورة التزام تركيا بإجبار الجماعات المسلحة على احترام صارم لوقف إطلاق النار وتحويل منطقة خفض التوتر إلى منطقة منزوعة التوتر بشكل حقيقي وهذا يعني الزام الجماعات المسلحة المعتدلة بالدخول في مفاوضات سياسية مع الحكومة السورية مثل ما جرى في مناطق أخرى في خفض التوتر وكذلك الزام الجماعات المسلحة سواء الإرهابية أو غير الإرهابية بفتح المجال أمام اللاجئين أمام المدنيين للخروج من إدلب في اتجاه الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات السورية ما يمكن أن نستخلصه حاليا بإجازة هو أن الجيش السوري سيستمر في عملياته العسكرية المحلل السياسية أديب السيد كنت معنا من موسكو فشكرا لك اشتركوا في القناة